السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مساء الأخبار معكم مازن المصري تحيات لكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الموضوعات أو من أهم الحاجات اللي على الساحة وموجود على بعض المواقع وهسبها لكم في صندوق الوصف أو في أول تعليق مسبت واحد من أهم العرفين وإحنا لا نؤمن إلا بالله وحده والعلم عند الله ولكن دي حاجات من باب يعني في ناس بتحب الحاجات دي أو بمعنى صح بتاخد منها بعض أو بتستاقي منها بعض الاستنتاجات لما هو سيحدث ولكن ده ليس علم غيب على الإطلاق نتائج ممكن تحصل أو لا لأن العلم عند الله وحده فنحن نؤمن بهذا الموضوع تماما علشان بس محدش زايد على ده في التعليقات وأنا باحترم كل الناس وياريت كمان تكون التعليقات باحترام لأن يعني كل تعليق بيدل على صاحبه قبل ما نبدأ الفيديو دوس لايك واشترك في القناة لو أنت لسه جديد وفعل جرس التنبيهات موضوعنا النهاردة عن عراف يمني اسمه ديلي عابد ده راجل قديم كده وعمل كتاب اسمه الغيب عند الله وحده هو مسمي الكتاب نفسه كده وزي ما قلت لكم هسيب لكم حتى الرابط بتاع الكتاب مكتوب وفي بعض التوقعات الهمة جدا لخلال الفترة يعني احنا اول مرة نعمل عنه لأن بصراحة كنا بنعمل اختلاف في القناة كنا بنقدم اخبار وكمان بنجيب اشخاص جدد للقناة علشان خاطر الناس ما تملش ولا تزهر وفي ناس حبابنا هتكلم معهم في اخر هذا الفيديو علشان انا طولت في المقدمة كثيرا هندخل على طول لهذا العراف بيقول ان الغاز كبيرة وكثيرة في المرحلة القادمة يعني ايه الغاز كبيرة وقادمة يعني فيه موضوع كبير جدا او الغاز كبرى في المحطة اليهودية وبيقول ان عشرين اتنين وعشرين هتنتهي بكارثة كبرى في اسرائيل طبعا ممكن ناس تقول الكلام ده مش حقيق زي ما بقول لكم دي توقعات يعني ممكن تحصل او لا كمان بيقول هذه الغاز مرتبطة بدولة سوريا يعني فيه ارتباط في الموضوع ما بين يعني اسرائيل وسوريا وسوريا وبيقول كمان ان النهج العربي او المنهج العربي بمعنى صح هيبدأ يكون ليه انتشار في عشرين تلاتة وعشرين وفي دول اوروبية هتا هيتم دفنها او هتكون بمسابة التراب بيخص باوروبا يعني بيبدأ كده كلامه هتكلم برضو عن كل الدول العربية ولكن بيبدأ كلامه عن دولة فرنسا بيقول فرنسا تأتي منها ولها بعض الالغاز وايضا كل كلام الراجل ده بالالغاز بيفسر لغز من واحد واحد لشهر ستة بيقول اول نصف في عام عشرين تلاتة وعشرين هيبدأ بمعارج كبرى ما بين فرنسا ودولة اوروبية اخرى ومشاكل على الغاز وبعض المناظر في فرنسا تستقلها يعني او يستقلها العالم كله بمعنى ان في مشاهد من الجوع في دولة فرنسا ايضا بيتكلم عن دولة المانيا هنتكلم عن كل الدول بالتفصيل بيقول عن دولة المانيا ان المانيا في عشرين تلاتة وعشرين واحدة من اهم الدول على عكس كل المتوقعين في ناس كتير بتقول ان المانيا هتحصل فيها نهارات بيقول ان المانيا هتبدأ يكون لها سيادة وعودة زمن هتلر من جديد هتفرض المانيا قيود على بعض الدول وتكتشف اكتشافات كبيرة جدا وهتبدأ تغزو بعض الدول هو بتكلم عن المانيا بيقول فيه هيمانة من جديد من المانيا وعلى الدول الاخرى هتبدأ محطة البترول او محطة طاقة كبيرة جدا يعني من دولة روسيا في الانفجارات هتبدأ محطة طاقة في روسيا للانفجارات اتكلم عن ده قبل الحرب يعني الكتاب اللي انا بقوله لحضراتكم ده معمول في سنة الف تسعمية تسعة وتسعين والكتاب ده زي انا بقول لحضراتكم بيفسر فيه توقعات الدول بالتواريخ وعمل التواريخ لحد الفين خمسة وخمسين وهنتكلم بقى عن زي ما قلت كده واحنا ماشيين عن اواخر عشرين تلاتة وعشرين وعشرين اتنين وعشرين واوائل عشرين تلاتة وعشرين ايضا هتشوفوا نفس في الكتاب زي ما قلت لكم في اللينك وتقدروا ترجعوا الكلام اللي انا بقول لحضراتكم عليه ايضا بيقول عن دولة سربيا بيقول ان سربيا من ضمن الدول اللي هيكون لها شأن كبير وهتكتشف اشياء كبرى وهيكون لها دور كبير جدا في العالم اجمع مش بس في اوروبا بيتكلم هنرجع تاني كده للدور العربية عن دولة فلسطين بيقول ان فلسطين هتتحرر جزئيا في عشرين تلاتة وعشرين ايضا بيقول في مصل هيظهر في من او من فلسطين هيكون المصل ده او دواء او علاج هيكون منبعه في فلسطين والعالم كله هيشتري منها هو ما تكلمش خالص ولا فيروس ولا كلام ده هو بيقول في دواء هيتم شراءه او تداوله من وإلى فلسطين بيقول ايضا ان في اكتوبر عشرين تلاتة وعشرين هيكون في حدث على السوشيال ميديا ما فيش دولة مش هتغطي هذا الحدث هيكون الحدث في كل العالم يزاع مباشرة وحدث مهم وبيقول انه حدث جلل بمعنى كده الكلمة ايضا بيتكلم عن الزمن الافتراضي او بيقول ان في حاجات هلامية او حاجات الكترونية في هذا التوقيت شوفه بيكلم 1999 عن هذه الاشياء ما كانش حد يارف الا التليفون الموبايل اه كان لسه طالع متهيئني بيقول ان في حاجات الكترونية هتظهر في دولة امريكا يعني امريكا هتعمل اجهزة الكترونية هتحارب بيها اه بعض الدول الاخرى واجهزة الكترونية متطورة جدا لدرجة انها بتفوق تخيل البشر ويمكن رؤية اه او يمكنها رؤية الاشياء اه عن بعض الدول بيتكلم عن عالم افتراضي اه غريب جدا هو قال كده بالنص الكترونية دي كنتش موجودة في التوقيت ده بيقول عالم افتراضي مميت ومخيف اه من امريكا وإلى امريكا ده برضو اه بالنص كده علشان نبقى بنقول لحضراتكم انا عايز اتكلم عن كل الدول بيقول كمان المملكة العربية السعودية اه هتزداد قوة وهتكون سند لكل الدول العربية المملكة العربية السعودية هتظهر قواتها وهتكون لها اه سلطة كبيرة جدا ومكانة كبيرة جدا اه في السحة العربية بيقول كمان دولة عربية هتخترع او هتكون باختراع ندارات يمكن لهذه الندارات او اه يعني حاجات شبه الندارات اذا كان واقي او حاجة يمكنه ان يحمي من الامراض يعني مش عارف ده يقصد ان في حاجة للعين او حساسية للعين او مرض للعين الله اعلم بيقول سلسلة من الاختيالات في عشرين تلاتة وعشرين بيقول سلسلة من الاختيالات اخص بذلك بيقول ان فيه في البحرين وسلطنة عمان بعض الاختيالات الغريبة وايضا بيقول انهيار وشيك للاتحاد الاوروبي ويكون بحلول شهر احداشر وعشرين تلاتة وعشرين اكتمل هذا الانهيار وبيقول منتظرين في هذا العام اه يعني ترتيب الارقام عنده اتنين مع صفر واثنين وثلاتة بيقول تركيبة هذه الارقام في علم الحروف والارقام بيساوي اه انهيار جليدي كل الناس الكلمة طبعا الانهيار الجليدي ولكن ده تكلم عنه من الف تسعمية تسعة وتسعين بيقول انهيار جليدي مميت وغارق بعض دول اوروبية على الساحة العالمية يعني احنا من دلوقتي بنشوف الجليد بانهار فعلا وبنسمع عن ده طول الوقت ربنا يسترها علينا وعليكم لو عايزين الجزء التاني من الفيديو اكتبولي بس في التعليقات محتاجين الجزء التاني وهتكلم فيه عن تونس والمغرب والجزائر ومصر وبعض الدول انا عشان الفيديو ما يطولش لو عايزين اتكلم عن الجزائر لانهو بيقول اشياء اهمة جدا بيقول الجزائر تساعد شقيقتها يعني في التوأم بيقول كده الجزائر تساعد شقيقتها التوأم وستحل بركة هذا العام على الجزائر من دون السنوات الاخرى طبعا ده بالنص بيقول هل من شقيقة دولة الجزائر برضو اكتبولي في التعليقات تحيات الاهل الجزائر والمغرب وتونس وكل الدول العربية طبعا والسعودية والبحرين والامارات وكل البلاد بشكركم جدا بشكر كل المتابعين الدائمين بنحاول نتعب ونعمل لكم اختلاف في القناة علشان خاطر الناس تبقى مبسوطة ويبقى فيه تغيير ولكن ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة لو انت لسه اجداد وفعل جرس تنبيات وبشكر كل حبيبنا اللي بيتابعوني من اول الفيديو الاخر شكرا اسبكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته